أحيكم الله جميعاً مع درس استثناء من دروس بلندر وساطني رسالة مطلوب تصميم هذه الزجاجة طبعاً مميز جداً في الصورة أنه موجود كل الـ Views موجود عندنا الـ Top View و Side View طبعاً عنده الـ Perspective View هنحتاجه بس في معرفة التفاصيل ولكن أول خطوة بنجاهز الـ Reference أو بنجاهز الصورة ديت للإسترارات في بلندر طبعاً أول شيء هفتح صورات في فتشوب أو أي برنامج بديل سواء كان جيمب أو أي برنامج طبعاً بازر الرولر أضف هنا Guide أضف هنا Guide طبعاً هنا أبعد هنشوف نستخدم أبعد بعد هنا Guide وهنا Guide وده كده Guide طبعاً ممتاز جداً وده كده وده كده وده كده سنضيف هنا Edit Copy Add New File لقد أسمح المهمة سيقوم بإنساء المهمة وصورة صورة هذا صور بإبراكم แลة صورة وصورة 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 اول شي عندي الامج باكجروند هضيف عندي يعني افترض ايكون الفرونت فهذا الفرونت هنأتي في الصيد هنقول في عندنا الصيد وطبعا في التوب فيو هضيف التوب فيو هضيف مؤقتاً كمكعب ونكعب حدودنا كالتالي جي في الزي طيب ممكن نعمل ونحرك هذا في نعمل بالنسبة لي الكيوب سكيل في الواي ويجي في الواي طيب كما سيضبط الرفرنس اول خطط يعني بنقول ان الرفرنس او كل الرفرنس اللي استوردناها نعمل نعمل نحرك نعمل 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 ونحرك نعمل يمكنه نعمل نعمل طبعا ممتاز جدا تماما كده الريفرنس اللي هو الكيوب ممكن ننقله الاعتماد بـ collection نبدأ نعمل الدزاين طبعا فكرة الدزاين هو بسيط جدا في هنا indentation طبعا نشوف كيف نعمل هي هو الفكرة بس ان النقاط ديت اللي فيها الفكرة لها طريقة وطبعا ديت ان هذه النقاط لها طريقة طيب هنلاحظ شيء ان اليمين زي الإصار و ايضا هنا اليمين زي الإصار فنستغل الميرومودو فاير دي نقطة طيب ببساطة شديدة دي سطونا فنبدأ بـ circle فنبدأ من هنا هنبدأ من جزء العلوي دي نبدأ من الجزء العلوي أو نبدأ من هذه النقطة نبدأ من هذه النقطة هنبدأ من هذه النقطة هنفصل هنفصل هتكون كم عدد جزء العلوي نطلب نحتاجنا يجب ان تقوم بان اثنين ثلاثة اربعة خمسة نقل ستة فاربعة باربعة و عشرين سنضيف سيركل السيركل 24 ماذا من الآبات ساستيقظ في الآخر نضيف سيركل اضيف السيركل هنا. نعم اسكيل. وبنسبة لي السيركل. هنحزف هذا الجزء. ونضيف مرور موضيفاير. طيب زي ما احنا كده ماشي نصح. هنضيف هنا. طيب خلينا ده في نفس المكان. وهنضيف هنا هذا الجزء. جي في الزد. هنضيف هذا الجزء. نجي في الزد. ممكن نعمل الروتيت. طيب ممتاز جدا. خلينا مش على هذا الاساس. وده كده ممكن يتحرك. وده يتحرك. في الزد اكسس. طيب خلينا نشوف. طيب ده كده في الواي. هنعمل اسكيل في الواي. حيث الحدود عند تكون متزمة. تمام. ده كده تقريبا. الشكل فممكن نعمل اكس تروت في الزد. ونعمل اسكيل في الاكس. حاول هذه النقطة. اسكيل في الاكس. وهنا اسكيل في الاكس. فمعنا نضبط الناقات. حيث نضبط الناقات. لان احنا عندنا الكيرف هكذا. فانضبط الناقات. حيث نضبط الناقات. طيب النوق. النقات. الحرك هذين النقاط حين ممكن نرجع البوندينج بوكس طبعا انا اول مرة اعمل موديل لهذا الجزء فممكن يكون فيه بعض يعني بعض بحيث نوصل لأفضل نتيجة طيب التفاصيلة ديت هنرجعها بعدين دعنا نكمل الموديل دعنا نرى يعني تقريبا جزء يعني ده نفس الجزء دعنا نرجع ثاني هنعمل اكسترود اكسترود في الزد هنا سكيل في الزد وهنا ممكن نضيف هنا لوقات وهنا سكيل في الاكس وهنا سكيل في الاكس وهنا نقطع هنا اج و سكيل في الاكس طيب تمام وهنا سكيل في الاكس قاما ليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوسسLE لابدين لذلك مثلا اننا طيب ممكن نعمل قايد لنا على الرفرنس هكذا احنا ماشيين باول نقطة هنا تحتها هنا ديت هيكون هتا يكون في ميل فهكذا وديت خلنا نفعل الرفرنس هكذا هنا ايضا ممكن طيب اظن ان هذا كده من الوسيط طيب ايضا ممكن هده هنعمل دوبلكيت وده كده هننقله في التيم بوكوليكشن عشان نحتاجنا بعد كده ونحزف هذا الجزء ونعمل ونعمل نعزف هذا الجزء ونعمل في ماذا حدث طيب هده كده في تمام طيب خلينا نقفل ده ونعمل على هذا الجزء طيب عفوا هدفها الجزء ونفعل في ونعمل طيب عفوا طيب عفوا طيب عفوا الض возможно خليب عفوا الحكس طيب العفوا احرك هذا احرك هذا الجزء احرك هذا الجزء ونحرك هذا الجزء احرك هذا الجزء ايضا اكسترود في الزد ممتاز واسكيل في الاكس طيب انا ممكن اعمل اسكيل زد صفر وحرك هذا الجزء واسكيل اسكيل هكذا نضيف هنا لقط اسكيل شفت زي وهنا اسكيل هنا ايضا اسكيل يعني تقريبا احنا وصلنا النقطة كويسة ممكن دلوقتي طيب هنفعل خلا نشوف هنا مش احسن شيء يعني هنا هنا طيب من الاسفل اسكيل اسكيل في الواي وهنا اسكيل في الواي وهنا اسكيل في الواي اسكيل في الواي طيب هنا طبعا جي في الواي ونفعل ايضا وهنا اسكيل في الواي اسكيل في الواي هنا ايضا جي في الواي ايضا طيب تقريبا اقول الشكل قريب ستلقي هنضيف دلوقتي صغيرة وسنشوف الماتيجة يعني هنشوف من تصرف يمكن نضيف في الواي نحسن في الواي بسموس وهنا الواي طيب ممتاز هنعمل في الزد والتصدد سهل نضيفها بعدين ويكون scale scale كالتالي scale scale ممكن نعمل اكسترود في الاكس ينضف هنا اثنين لوب كات في الكات التالي هذا كده وصلنا لنقطة انه ممكن نضيف التفاصيل اقول تفصيلة اللي هي هنا ديت هنضيفها ازاي هنضيف كنترول بي هنضيف لوب كات كالتالي و هنستخدم او نعمل اكسترود في هذا الاتجاه ده كده اول تفصيلة طيب فينا تفصيلة ازاي ديت هنضيفان لوب كات ونعمل الاتجاه او هاكزا ديت تفصيله في تفصيلة اللي فوق ديت نفترض لكي تكون المسافة منتظمة فأنا أحرك هذا وهكذا أحركها لكي تكون المسافة منتظمة طيب سلايد أستخدم كل الفيسيس أختر كل الفيسيس وضع Alt-E وضع Alt-S طيب دا كانت تفصيلة الثانية تفصيلة الثالثة لدينا هذه حتى هذه النقطة طيب ممكن نضيف لوقات وممكن دعنا نضيف لوقات هنا ولكن الفيسيسي لوقات يكون هناك حتى نحرك هذا نضيف نضيف هذا الثانية نضيف الثانية ثانية ثانية نضيف 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 الثانية فقد الثانية عادية سوف silent وانتقذ ده كده سيركل كاملة وهنا ده كده سيركل تأكد وهنضيف هنا لقط ونضيف هنا لقط كنترول بي كنترول بي وقلت اي اكس ترود وهنستخدم ده كده سكيل طبعا نضيف solidify لكن خلينا بدا نشوف الابعاد زي موجود مكتوب من هنا الهنا سبع عشرين سنتي او مئتين وسببين ميلي فعشان نشتغل هذا الكلام هنضيف هنا بلين هنكتب هنا بوينت اتنين سبع اللي هها سبع عشرين ميلي سبع عشرين ميلي سبع عشرين ميلي سبع عشرين سمت عفوا او مئتين وسببين ميلي وهنحرك ده كده ار اكس نانتي ديجريز وهنضيف او هنقول ان الاجي دات هي عبار عن الورجين وشفت سي سيليكشن توكورسر و ده كده سبع عشرين ميلي بالزبط فانستخدم او نحرك البوتل نعملها scale scale down بالنسبة لي كورسر scale طبعا ممكن نعمل scale مع الامبتي او مع كل الامبتي اه لي scale كل هذه العناصر scale down scale down حتى هذه النقطة احنا الحد هذه النقطة تمام كده بالزبط تكسر عشرين ميلي نعمل ابل ايضا scale وطبعا دلوقتي السودد فواي اكتر ملازم فسنتي اكتر ملازم فخلينا نقول ميلي او اثنين ميلي ده كده الملف ده كده جاهز للطباعة البوتل دي جاهزة للطباعة و الموديل clean وطبا ممكن نعمل نعمل ابل اي ماتيريال مثلا بلاستيك او اين كان الماتيريال شفتي دي في ال x or z 90 ديجريز شفتي دي في ال x or z وليكن خمسة واربعين ممكن دلوقتي نعمل رندر setup scene ونعمل رندر الى هذا بكسر ده كده اكان الدرس الخاص بالموديلنج ازاي نعمل تصميم لهذه الزجاجة من البداية اتمنى يكون هذا الدرس سافيد وعلاقها في عدة الدروس قادمة من blender شكرا